أخيراً أضع ثلاثة طرق التي يستطيع أي واحد يستعملهم بدون خبرة بدون رأس ماله فقط بالهاتف دياله تطبيقات كينين في الهاتف ديالك تقدر تدخل بهم 100$ في حصافي في اليوم على الأقل وإذا لم تسقوش لك هذا فلوما عليك لأنه بسيطين بواحد الشكل وبسيطهم بالرسم باش أن كل واحد يفهمهم إذا كنت تدخل 100$ سوف تهد الفيديو لصاحبك لأنه سيبقى يشكرك حياته كاملة فأش سيبقى يدخلها وإذا كنت تدخل 100$ دقائق قليلة تفصلك باش تكتشف الخطاطة تبدأ تدخلها المبلغ المحترم إن شاء الله الأول يبني سبالك عندك تليفون عندك كونكسون الآن جاء الوقت في أن ندوي على أول خطة اللي هي الربح من جوجل مابس بكل بساطة جوجل مابس يستعملوه اليوزرز باش أنهم يلقاوا ما من ريستوران يمشي لها ما من محل غي يمشي لها المشكلة هنا أو في كين المنافسة هي أن أصحاب هذه المحلات يريد أن يبانوه في جوجل ماب لكي يجيبون ذوبنا أكثر لكي يبانوه في جوجل ماب يجبون ترتيب على هذا الأمور هنا عندهم ريفيو واحدة يبانوهما الخارة هذا هو المشكلة التي سنحلوه بالخدمة التي سنفعله والخدمة لا تحتاج أن تكون لديك خبرة بكل بساطة تجمع النوامر الذين يلتحوا عندهم ريفيو تقلال ويتمشي إلى Fiverr.com أو أي موقع فريلانس ويتمشي الخدمة مثلاً بحل هذا كما ترون هنا خدمة مثلاً بستين دولار سيحسن ترتيب جوجل ماب سيحسن الترتيب جوجل ماب ويستطيع وعدك أنه يكون من ثلاثة الأوائل في هذه الساعة سيحصل على دونتست وسيقول له أنه يلخر ثلاثة المنافسين الوالة سيكون عارف المنافسين لأنه يحكم أنه في السوق سيقول له أنه سيحسن وعدك أنك سيكون من الوالة سيحسن الكثير من الزبناء سيحسن لك المنافسين في جوجل ماب لذلك يعني أنه سيحسن زبناء أكثر فما سيقع هذه الساعة؟ سيسولك على الثمن سيقول له مثلاً ألفين درهم سيكون خسر على الملايين ألفين درهم كثباً صغيرة مقارنة بهذا الملايين خسر على المحل أو أي محل آخر هناك تشد الفونس من عنده أو تحطيه ستين دولار وهي 600 درهم تقريباً لهذا السيد اللي سيقع هذه الخدمة الجميل في موقع فايفر هي أنه عندما أعجبتك الخدمة مثلاً لوعدك السيد أنك تكون من ثلاثة للوالة وموفيش بالوعد ستترجع فلوسك يعني ما كنش مخاطرة من جهتك نتيجة الآن كيف يوقع؟ كتعرف ناس يقدموا خدمة أحسن وتقدر ترخص الخدمة وأيضاً تقدر تعلي تمن الخدمة التي تقدمها الناس في جوجل ماب شدابة مثلاً من الساعة ونقدر نجب النوامر الذي تشوف الآن في الشاشة ونعيط على التحتاني المضروري الذي يخصصهم ذبناء أكثر ونقدم لهم الخدمة غالباً كينا نسبة تقول يا آه هذيك آه اللي نقلب عليها لكي ندخل ألف درهم اليوم كذلك مثال غدا وكي تعاود السيستام نقولوا الآن سلينا من طريقة الأول لذي الجوجل ماب رجاءً ما تحاولش تفريمي عقلك تغلقوا غير في الناس أو غير في المغرب رأيها تقدر تطلقى ناس في أمريكا مثلا لماذا تريد شيء من غير المغرب؟ لأنه مئتين دولار كتعني قل لواحد في أمريكا مثلا على واحد في المغرب أوكي إجا وقت الخطة الثانية الآن اللي عزيزة على قلبي لأنها هي اللي كانت تسباب فرحتني بأول مبيعة ديالي خطة بكل بساطة كتعتمد على الهاشتاك فاللي غادي نعتمد عليه وغي يخصنا أولا نمشي ونقلبه على واحد جمهور لي وارم وانا ما كنت تعرف هاتشي ولكن فاش قلبت قلت أنه كيني الناس عزيز عليهم أفلام الأوتاكو وكيتبع مثلا كيتس الناس همانة كاملة باش يتفرج أتاكون تايتنز مثلا وهذا الأمور كاملة القالية اوديونس وارم بحال هذي عزيز عليها شي حاجة مورا ما غتلقى هاد الاوديونس الجمهور اللي عزيز عليه وهذا الأمر معين غتبشي تدير متجر إلكتروني وهنا غتنتوقف ونقول لك هذي هي فين غتتحتاج 10 دولار في هالطرق الثلاثة اللي نقول طريقة الجاي ما غتتحتاج فيها اسمال بتاتا هنا غتتحتاج 10 دولار فقط باشتري domain name.com وتفتح المتجر الإلكتروني ديالك اللي غيكون موجه للجمهور اللي غدي تستهدفه مثلا أنا في الأول كنتدرت متجر إلكتروني ديال الناس اللي كيبغلوا أوتاكو أوتاكو سطور أوتاكو سطور كتلقى فيه منتجات جبتهم من علي إكسبرس علي إكسبرس مشيت كنتدرت أطاكو نيكلس صورة ديالي مزيانة وذي الأمور كاملة كنتدرتها بشكل دولار كمشي كنتدرتها في سطور ديالي بـ 14 دولار 20 دولار فكنا نحاول نبريزونتها مزيان ونخلي سطور ديالي يعني المتجر اللي قديته أنا يكون بحل واحد المكان والملجأ لهذه الناس يبغيوا هذي الشخصيات وذي الأمور كاملة يتسوقوا فيه ويعجبهم أنهم يظهروا ذاك المتجر ديالي الآن تزنمن هذي المرحلة ديال المتجر يجي المرحلة تجلب المبيعات لأنه نهذف التليفون مرة أخرى ونمشي ندير هاشتاغ ديال أوتاكو كما تشوفوا هاشتاغ أوتاكو 35 مليون بوست فقط على هذا الأوتاكو نمشي الفيلتر ونمشي recent top post يعني باش يخرج لي بوست ليجدادين لي الله تلاحوا هنا يجلقى هذي البوست يلاح 19 دقيقة هذي ما يعني؟ يعني أنه كانت إمكانية كبيرة أنها تسيد أولاين دابا فنمشي لديه ونصفت له ميساج أحاول أن أعطيكم ميساج ولكن تعقوا بي قلت لكم أنني جبت فيها مبيعه في الأول ديالي فكانت الإنجليش ديالي عيانة فقط هلو هوا يور ستور سيعجبك تقدر تستعمل فقط جوجل ترنزليت وتدوي معاه لأن تذكر أن هذا الشخص رتوّف حالك ستدوي معاه ويشري من عندك وما يمكنك أن تجلب مبيعات يعني كل نهار بهذه الطريقة إذا استطاعتها إذا استمرتها إذا استمرتها كأن أعرف أصدقاء يستمرون ديالروبو يتسافتون الميساج ويدخلو ألاف دولارات في النهار لا نقول لك ديالروبو أو شيء الآن لأنها تكلفك لكن إذا كنت تدريها غير مانيول مو غير بإيديك ستجلب مائة في المائة لمبيعات الأولى كما تلت أنا بالضبط الأمر اللي خلاني بهذه الطريقة أنتقل مائة دولار مبيعات هي لم تكنسافت ميساج للأشخاص الذين يتقونون على أوتاكو والذين تكنسافت ميساج للصفحات الكبيرة التي عندهم مثلا 200 ألف متابع 200 ألف متابع على أوتاكو لماذا؟ لأنني لم تكنسافت لأشخاص 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 أردت الأرباح التي أعطيتهم لأصفحة لأكثر من 100 ألف متابع هذه الصفحة لأشخاص لأتجاري لأشخاص لأشخاص كنت أخبرت لأشخاص 100 دولار و100% لأشخاص لأشخاص لأن القطة الثالثة لأنها تستعملها كل نهار هذه السمانات مرة 100 دولار بسبب أنه تشجد لأشخاص المحتوى القصير يريد أن تركز على ثلاثة الأمور و تقربخ و تركز على الصحة و على الفلوس و على ثلاثة الأمور اللي مهمة وثلاثة الأمور اللي كتستهل أنك تجيب عليها مشاهدات لأنه من بعد غدي نبغي يكون عندك حساب على انستوغرام اللي كتبوستي فيه بطريقة منتظمة على واحدة من هذه المجالات يا إما فلوس يا إما صحة يا إما علاقات فاش غدي كبر الحساب غدي تدير في البايو واحد الافيلييت اوفر أشرح لكم ما هو الافيلييت والتصويق بالعمولة يعني شخص عنده منتج وانت هي كتصويق ذلك المنتج انت ما كتكبت العناء دي لتصنع المنتج أنك تشيب به أنك توصله الزبون وأنك تدير مع الزبون و هذا الأمور كاملة لا انت كتتاخذ رابط دي لذلك المنتج وكتتاخذ عموله على كل ما بيع درتين المنتج صافي كتتكلم فقط بالإعلان فهي تشيب الضبط لدار الريضة باش أنه قدر يحقق مئة دولار متابعة هذه الأسابيع اللي فاته قدر أنه يكبر أكاونت وستعمل فيديوهات ديالي شخصيا أنت تستعمل أي فيديوهات ديال أي صانع محتوى الأمور كاملة بشرط أنك تشيب به لأنه أنا مثلا مش كيجي عندي شخص يقول يا مصروج نقدر ندير حساب بالفيديوهات ديالك كنقوله أنا أصلا ما مهتم مش الآد سنة و هذا الأمور كاملة تقدر تدير حساب غير هو غدي تدوم على الفريق ديالي يعني هناك إيميل اللي تقدر تلقاه في ديسكريبشن نيت قبل مطلوح فيديوهات ديالي ستقدروا ردو معه نيت باش أنه إلى لحتي الفيديوهات ديالي كنعطوك رابط باش تقدر تربح منه مهم ريضة شنو دار ريضة دار حساب دا كيلوح فيديوهات شد رابط حطوه في البايو و تشكنت المفاجأة لأنه هو الحساب كيكبر واحد الفيديو مشا فيرل وخل حساب في عدد قليل من الفولوورز شورت مشا فيرل لا تشعر لاش كينا فرصة كما قلت لكم ديال المحتوى القصير لأن انستوغرام ولو جميع المنصات كيحاولوا يقلدوا تيك توك كيفاش أنها تشهرات كتر لأنه ولاتك تعطي الإمكانية لأي حساب وخي يكون جديد كيتمو أن الحساب جديد غدي نعطيه مشاهدة أكثر وتقدر تجرب هذه القضية ريضة فاش بدك ببوستي محتوى قصير مشاله تشافله بزاف والناس بدون يشيرون من اللينك وبدك ياخذ مئة دولار عمولة على كل مبيعة جابها من ذاك اللينك هذا تشهر تقريبا قدر نقول لك شارليفات حقق 1800 دولار تقريبا أوكي أنا نورك دابة ببسك إن هذا الأمر مهم جدا كما تشو ستة سبتمبر كان أول يوم يدخل فيه مبيعة عمولة الأولى تخلص على مئة دولار تمانية سبتمبر مئة دولار تمانية سبتمبر أخر مئة دولار أخرى في نفس اليوم هاد شي منين؟ هاد شي فقط من واحد المصدر مجاني مئة في المئة اللي هو السوشال ميديا اخذ الفيديو الديالي دار بيوم شورتس وعلى فكرة أنا قدر نستاشر مع الردام ونشوف إلي أبغى أنه تشوفوا يعني متال ديال أكاونت دياله باش توضح لكم كتر الصورة وتعرفوا أنه رمشي شي حاجة دواو باش أنكم تديروا هذه الأرقام وكتبوا لي هذه القضية في كومنس إلي بغيتون نوريوها في انستوغرام ديالي ولا في فيديو جاي ديالي على يوتيوب لأن هاد شي فغاموك نشوفوا فرصة الناس اللي ينفلتي اللي غير قارثين كيشتو التليفون فواله وما كيستعملوه لتا حاجة الخطة الثالثة ماشي من طب تطبقه مع الفيديوهات ديالي لأنني أعطيت متال بريضة غير حيتاش بوسطاني أنا تقدرش بشي عند أي صانع محتوى اللي كيعشبك واللي كيدوي على هاد الأمور الثلاث اللي كينين في الخطاطة فتقدر تدوي معاه إلا عنده منتج تافق معاه على عمولة لكل ما بيع جبتيها ليه وتما تقدر تبيع كل مرحلة فهذا كتحتاج الشهر باش أنك تقلث تشد عليك وتبدأ الخدمة علي وحدة فيهم اختار غير وحدة فيهم وبدأ الخدمة عليها وبما أنني شرحت لك هاد الأمور كاملة كان تشوف راسي أنا يدرت اللي عليها باش بجأت تحقق 100 دولار ديالك في النهار إن شاء الله من بعده 1 شهر مين اموم تبارك الله لك